ما زال الشعب يريد بل ما زال التونسيون بعيدين عن استنشاق عبق ياسمين ثورتهم منذ عام 2011 فمنذ أيام يحتقن شارع غاضب ضد ميزانية مست رغيف الخبز وغضت البصر عن تخمة رواتب مسؤولين ونواب أقروا ميزانية هذا العام حسب منتقديها يحتد الصراع في تونس بين منصتين فمن هذه المنصة حيث الحجد البرلماني أطلق وزير المالية ميزانيته المشحونة بمسارات التقشف وعصفت بتوافق ديمقراطي هش أما منصة الشارع ووسط مجتمع الفقر في أحزمة المدن الكبرى والمحافظات الفقيرة يعيد التونسيون الذاكرة للطبقة السياسية الحاكمة حينما يقول قائل منهم لستم في منأة إذا اعتقدتم أن هذه الاحتجاجات لن تتحول إلى ثورة يغضب الحاكم وهو يمازج بين رسائل التهدئة وكيل الاتهامات لمخربين يعملون في خدمة الفسد بصوت كالرصاصي وبالغاز يرد الأمن التونسي اليوم على المحتجين كما يعلن اعتقال مئات الأشخاص يستعر غضب اجتماعي شديد فيما تتهم الطبقة السياسية بأنها منفصلة تماما عن الشارع أحنا الثورة عليش عملناه؟ عملناه على المعيشة عملناه على الحرية عملناه على الكرامة شوفنا الحرية لكننا جعنا لكننا جعنا يعيد التونسيون غاضبون مسار الدولة إلى المربع الأول إلى أجواء سيدي بوزيد يتعبأ الجدار التونسي كذلك برموز أبيضت أنظمتها ومبادئ تخلدهم فيما يحشد الغاضبون لاحتجاج أوسع لحد المقبل في ذكرى الثورة وإن واصلوا ليلهم بالنهار مؤمنين أن نار البعزيزي لم تخب جذوتها بعد